دلوقتي خلونا نفتح شباكنا على طيورنا المهاجرة في العالم خلونا أيضا نتعرف على قصة مركز مرقال الفنون اللي وقيم في أوروبا واللي شاركت في تأسيسه وفي ظهوره واحدة من بنات مصر وهي نادين الجداوي نادين في الحقيقة أساسة مركز مرقال الفنون عشان تنشر ثقافة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القرى الأوروبية وده من خلال الفنون اللي بيقادمة هذا المركز هذا المركز يا مصطفى مركز مرقال الفنون هدف وإعادة تمثيل ثقافة مصر والشرق الأوسط بشكل يعكس هوية المنطقة في أوروبا من خلال الفنون والثقافة والحفلات الموسيقية خلينا نرف تفاصيل أكتر عن مركز مرقاة من نادين الجداوي أحد مؤسسي مركز مرقال الثقافة والفنون في أوروبا ولمعنا دلوقتي عبر تطبيق زوب من باريس صباح الخير عليك يا نادين وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير جمانا وصباح الخير مصطفى وصباح الخير على كل المصريين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي أهلا بك يعني مركز مرقال الفنون والثقافة وهدف الحقيقة يعني هدف نبيل ومهم جدا فكرة نشر الثقافة المصرية وثقافة الشرق الأوسط في أوروبا دي نقطة مهمة قوي كنا محتاجينها الحقيقة بس في البداية عايزة أعرف منك إيه تدافع اللي خليكي بعد إقامتك في باريس أنك تأسسي هذا المركز وأنك تبقي حريصة على تحقيق هذا الهدف الحقيقة هو الثقافة عمتا إحنا أنا وعضاء المؤسسين برضو حقول لهم مين هم حسين غالي وعمر الشرقاوي وأدم الشرقاوي إحنا مهتمين الحقيقة جدا بالثقافة مهتمين بالفنون كل فنون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحسين بمهمة وبمسؤولية تجاه المنطقة اللي إحنا عايشنا فيها وتجاه طبعا بلدنا مصر أن إحنا ننشر الثقافة ونقدر أن إحنا على قد ما نقدر أن إحنا نقدم ثقافتنا عن طريق الأعمال الفنية عن طريق الموسيقى عن طريق الفن بشكل عام للأوروبيين مش بس للعرب والمهاجرين اللي عايشين في أوروبا ولكن هو الهدف أكبر بكتير وإن إحنا نوصل للأوروبيين علشان نوضح لهم صورة حلوة وصورة جديدة عن ثقافتنا وهي ثقافة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طب بتعملوا إيه؟ بنعمل أحفلت كتير أكيد يعني هل حفلات موسيقية معارض جالريز للفنون التشكيلية بتستقطبوا مين من العرب؟ أعتقدش برضو أن إيه؟ يعني أنت لو في مصر هتلاقي في فرق أو بندات كتير لكن هل ده متوفر عندكم؟ هو الحقيقة إحنا بنجيبهم يعني هو الموضوع كله في أن إحنا مش بس بنقيم حفلة أو معرض فني في أوروبا هو الحقيقة إحنا بنبتدي معهم من الأول خالص من أول بروسس الفيزا السفر الإقامة في البلد اللي إحنا هنجيب الفنانين فيها لحد لو بنتكلم على حفلة موسيقية أو على معرض فني بننقل الفنون فهي الفكرة كلها إن إحنا بنجيب الفنانين بنوفرهم فرص إنهم ييجوا ويجيبوا أعمالهم الفنية علشان نقدر إن إحنا نعرضها وإن الأوروبيين يكونوا قادرين إن هم يشوفوها واللي بيتلع صورة دلوقتي يدي صورة المعرض الفني اللي إحنا عملناه في باريس إدارنا إن إحنا نعرض لتلاتين فنان وفنانة مصريين مع قاتل زمالك للفن وكانت ساعتها السفير علاء يوسف سفير مصر وحرمه مدام ما يتم مرزوقهما لجم وافتتحوا المعرض فكان عندنا أكتر من ستين عمل فني قدرنا إن إحنا نعرضه في باريس في فرنسا نادين يعني إيه النقطة اللي وقفتي عندها وحسيتي إنه الهوية المصرية لو نتكلم عن الهوية المصرية تحديدا حسيتي إن هي محتاجة توصل أكتر لأوروبا يعني هل الصورة مش وصلة لأوروبا بالشكل الكافي؟ محتاجين نشتغى لها أكتر؟ دي حقيقة أنا لما جيت في فرنسا كانت الهدف لقدومي في فرنسا هي أن أنا كنت أعمل رسالة الماجستير بتاعتي وهي إدارة الأعمال الفنية ده كان الهدف كانت كل الناس لما بتسألني أنت منين فبقولهم أنا من مصر طبعا كان فيه انبهار لأنه أي حد أجنبي هتقولي له على مصر هيفتكر الأهرامات والفرعنة يعني لسه الصورة النمطية طبعا لكن الصورة النمطية دي لسه موجودة بالزبط فمن ناحية طبعا كنت بتبسط لأنه ده يعني حلم أي بالذات الفرنساويين حلمهم أنهما ييجوا للأهرامات والأسوان ولكن حسنا أنه فيه أكتر من كده إحنا مش بس الأهرامات والفرعنة إحنا فيه فن في جميع عن حقيق مصر مش القاهرة بس طبعا فن فيه فنانين كتير فيه أعمال فنية كتير فيه ديسبلان يعني أنواع مختلفة من الفن مش وصلة يعني مش وصلة ولما جم المعرض الفني هما ما كانوش مصدقين كل الزوار الفرنساويين والأجانب ما كانوش مصدقين أنه ده معرض مصريين فقط كانت تلاتين فنان وفنانة مصريين بس فكان فيه انبهار فساعيتها حسنا أنه إحنا بنعمل حاجة طبعا الموسيقى نفس الحكاية إحنا عملنا فوق التلاتين أو أربعين حفل موسيقي لأن إحنا أنشأنا مرآة من سنتين في 2022 فكان عملنا أكتر من ثلاثين حفل موسيقي أكتر من ثلاثين فنان أو أكتري أربعين فنان جبناهم في كل أوروبا ومش فرنسا بس يعني إحنا بنروح ألمانيا سويسرا إنجلترا فرنسا أسبانيا هولندا فإحنا يعني كل أوروبا بنوصل لكل الناس عن طريق الفن وثقافة ده درسالة عظيمة جدا بس وإنت بتقولي لي أنك أنت اللي بتجيب الفنانين وبتعمل لهم الفيزا وبتصطدي فيهم وافتكرت كده البندات الموسيقية اللي موجودة عندنا اللي في وسط البلد هما في الحقيقة كلهم بعزفوا غربي يعني هو بند بيعزف جاز أو بند يعني معلش بالعربي كده هل إحنا حنبيع المياه في حارة السقيين هما أصلا اللي عملوا الفنون دي يعني حنجيب نسخ أو فرق عربية بتعزف موسيقى غربية للغرب لا خالص أولا يعني هو بيبقى أنا وطبعا البارتنرس بتوعي إحنا اللي بنعمل الموضوع ده والحقيقة هو مش كده تماما هم الغرب فاكرين إنه إحنا ما عندناش فن وإن إحنا ما فيش أي ثقافة ما فيش هوية عندنا وبيفتكروا نفس الحاجة اللي حضرتك لسه قيلها ولكن هو العكس تماما مبدأين إحنا ما بنجيبش الناس اللي هما المعروفين قوي لأن ده مش هدفنا إحنا هدفنا إن إحنا نتطلع الناس اللي عندهم هوية مصرية حقيقية بيشتغلوا عليها وبيقدموها عن طريق يعني بنسمع هناك عود وأنون ورق بالزبط كل حاجة كل حاجة إحنا عندنا حفلة مثلا في جناف في السويسرا الشهر الجاي لتريو جوبران تريو جوبران دي فرقة بتعزف عود فقط بس فإحنا بنعرض كل الأنواع ودي للأسف ده الحاجة بقى اللي إحنا الصورة النماطية اللي إحنا بنحاول نغيرها وهي إنه ممكن فيه مؤفنانين ومتأثرين بالغرب ولكن لأ إحنا عندنا فننا عندنا آلاتنا الموسيقية اللي إحنا بنعزف بيها عندنا الأغاني بتاعتنا عندنا ثقافة كل حد وده بيبقى حاجة مهمة جدا في تدخل إن إحنا ناخد قرار مين الفنان اللي نجيبه مش بنجيب أي حد إحنا بيبقى فيه اختيار لفنانين معينين علشان يبقى هوا ده الصورة الحلوة عن بلدنا أو عن منطقتنا منطقة الشرق الأسف وشمال أفريقيا بتبقى ديء الفكرة كلها طيب نديني يمكن ده الجزء الفني واللطيف في المضاوس فيه جزء كمان مهم جدا وهو شكل التعاون بين السفارات العربية عشان فعليات مركز مرئية تقدر نهاية تنجح وتنتشر في أوروبا زي ما كنت بتكلمي هو مش بس في فريس أو مش بس في فرنسا يس بالزبط احنا بيبقى هدفنا كمان ان احنا يبقى فيها علاقات ديبلوماسية مع كل السفارات العربية لان احنا زي ما قلت لكم احنا ما بينجيبش بس فنانين مصريين ولكن منجيب فنانين من كل المنطقة دايما لما بيكون في فنان مثلا من سوريا من لبنان من الأردن كل دول بنكون بنتعاون مع السفارات السفارات سفارة ايا كان السفارة بلاس طبعا في وجود بقية السفارات مش لازم سفارة الفنان بلد الفنان ولكن زي حديكي انه اخر تعاون ما بيننا كان ما بيننا وما بين سفارة مصر يوم تمانية مارس وده كان احتفالا بيوم المرأة المصرية في يوم المرأة العالمي وكان التعاون ما بيننا وما بين سفارة مصر السفير علاء يوسف وحرمه مادام مهيتب مرزوق وده كان التعاون كان تعاون جميل جدا لان احنا ساعتها قدرنا ان احنا نجيب اركسترا بيقودها مايسترو محمد سعد باشا من مصر والسوبرانو اميرة سليم مع اتنين بيعزفوا ايوب سسترز هم اتنين مصريات بيعزفوا على وقدرنا ان احنا نجيبهم كانت الاركستر مكونة من 18 موسيقي وعزفين ومعاهم ايوب سسترز واميرة سليم والحفلة ده اقام في معهد العالم العربي في باريس وكان موجود جميع السفارات العربية والغير عربية وافتتحها طبعا حرم سفير مصر مدامة هيتاب مرزوق وكانت سهرة جميلة كانت سهرة بتوري الست المصرية سهرة بتعرض فننا وبتقودها اميرة سليم سوبرانو المصرية بباريس طيب السنة دي انا عارف ان مركزكو مركز مرقاة الفن التشكيلي والنحتة هيبقى هو العنوان الابرز للقصة دي حقيقة حنيعمل ايه حاجات كتيرة بزدت مع مصر احنا السنة دي احنا بقىنا سنتين من اول 22 بنشتغل في الموسيقى والفن بشكل عام ولكن السنة دي انا يعني عايزة اعلن عن انطلاقة مرقاء للفنون فقط يعني فنون تشكيلية والنحتة فقط وحنكون في معارض هيكون في احتفاليات كتيرة جدا بالذات مع جميع السفارات مش بس في باريس ولكن في جميع اوروبا وحيكون في فنانين كتير من المنطقة دي مبسوط بك جدا يا ندين شكرا ويعني باعتقادي ان الفن هو اهم مرسلة ممكن نوصل بها للاوروبيين ممكن نعرفهم يعني بشخصيتنا بفننا وهو يبقى الجسر الحقيقي بساطة انه لسه في يعني بعض من بقايا الصورة النمطية عن مصر موجودة برا فمهم جدا انه مصريين برا يبقوا حارسين هم يقدموا ده هدف طبعا عظيم نشكرك شكرا جزيلا ندين الجداوي مؤسس مركز مرقاء الفنون في اوروبا شكرا لك